دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف إلى تركيز جهودها على الحفاظ على التهدئة والاستقرار في البلاد وطالبت البعثة جميع الأطراف بالامتناع عن القيام بأي عمليات حجد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية مما قد يعتبر تصعيداً للأمر الذي قد يقوض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مجددة دعمها لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 شكراً للمشاهدة